دي كل الإجابات الخاصة برحلة الأهلي إلى السودان طيب كورا بلاسو من خلال حسابها الرسمي على تويتر في تصرحات لرئيس نادي الهلال السوداني بيقول فيها الأستاذ هشام السباط ننتظر موافقة الكعف على حضور الجماهير لمباراة الأهلي نادي الهلال في انتظار موافقة الاتحاد الإفريقي على الحضور الجماهيري في المباراة بعد موافقة الأمن على حضور 15 ألف مشجع المعلومات المؤكدة في هذا الشأن أن وزارة الصحة أو الإجراءات الطبية الخاصة بحضور الجماهير مع الموافقة الأمنية موجودة مع نادي الهلال وتم إرسال هذه التفاصيل إلى الاتحاد الإفريقي رد الاتحاد الإفريقي بحد أقصى سيكون غدا وسيتم عرض كل هذه التفاصيل في الاجتماع الفني يوم الخميس إذا لم تصل الموافقة الرسمية من الكاف ولم تعرض في الاجتماع الفني قبل المباراة 24 ساعة بالتأكيد كل هذه الإجراءات مش هتكون موجودة مش هيكون في حضور جماهيري ده تبقى للخطاب اللي أرسله الكاف لكل الأندية المشاركة والاتحادات المعنية في تاريخ 31 أكتوبر الماضي حد فيها تاريخ محددة أو سبتة وقال ليلة المباراة أو قبل المباراة بـ 24 ساعة إذا كل هذه التفاصيل محددة وردت بشكل رسمي كل هذه الإجراءات المنصق الأمنة هينفذها في المباراة إذا لم أرسل أي رد فبالتالي كل التفاصيل دي مش هيتم تنظيمها في المباراة وده إجراء عادي على كل الأندية والاتحادات اللي بتشارك أنديتها في هذه البطولة اشتركوا في القناة